حوار على غبار لكن الشعب انتزع القرار فلم تؤثر الطبقة السياسية السميكة في درجة حرارة الشارع التي سجلت معدلات عالية في ساحة الشهداء بعد مطاردة النهار مواكب المتحاورين وجهت بالبيض العابر للسيارات المصفحة المتوافر بكثرة رشقا والمفقود بشدة سياسيا لكن اصعب مواقف الحوار كانت في لحظة العبور الى ساحة النجمة حيث وجد المتحاورون انفسهم محاصرين يتسللون للوصول الى الطاولة المستديرة وبعد الجهاد في العبور تحلق ممثلو السياسة حول طاولة الحوار الذي يتصدر جدول اعماله بند وحيد على الرغم من العناوين الكبيرة فلا هم ناقشوا في جنس الرئيس ولا وضعوا الاحرف الاولى لقانون الانتخاب ولا عجلوا في سرعة استئناف التشريع بل ان كل حراكهم تركز على حماية انفسهم من شارع اصبح يطبق على انفاسهم ويهددوا كيانهم هو اجتماع الخلاص كما وصفه الرئيس نبي بري حتى لنعثر على وطننا في مكب التاريخ وفي كلمته الافتتاحية كان بري اقرب الى خطاب الاستجداء او ما سماه سابقا نداء الاستغاثة متمنيا ان لا يكون قد فات الوقت لصنع الغد عدا ذلك ايها السادة فاننا سنضطر الى ان يأخذ احد بيدنا الى احدى العواصم ليتم ابلاغنا المخرج الذي نتوافق عليه بحسب تعبيد رئيس المجلس لكن مهلا فان الخارج حاليا مفقود والداخل هو المولود وهو الذي سيأخذ السياسيين الى عاصمته الى حيث الشعب يصنع خياراته من وحي خاص فالحوار يراوح حواره منذ عام 2006 وجلسة اليوم الحقت باخواتها مع الفرق في جدول دفاعاتها وقد اصبح لدينا فرعان الاول في عين التين مع المستقبل وحزب الله والثاني مع بقية الكتل السياسية في ساحة النجم فتحاوروا ما شئتم لكن الشارع هو من سيحدد خياراته واستلحقوا انفسكم بطاولات للمناقرة السياسية وبعدها المزايدات داخل مجلس الوزراء على انكم لو اردتم حلولا لاحترمتم ارادة الناس وعزلتم وزيرا واحدا يطالب المعتصمون باقالته فشلتم في الجلوس على طاولة واحدة وعندما جمعكم القضاء السياسي قبل ان يأتي قدركم حولتم جلسة الحوار الى نادي المناكفات من جديد الى حرب لاعن لها وفي الختام اجلتم اجلكم الى السادس عشر من ايلول وربما مع ذلك الموعد ستطالبون بمنطقة سياسية عازلة للاجتماع وبممرات امنة تعبرون منها الى نقطة لقاءاتكم السرية لان حركة الاحتجاج اخذ بالتطور واستنادا الى بر نفسه فان البحر اذا ما طوقني بموج صنعت بموجه طوق النجاة لكن ما لم يعترف به رئيس المجلس هو ان السفينة تغرق اشتركوا في القناة